تحياتي لشخصك الكريم وخلينا ننطلق مباشرة اخر لقاء لنا يا دكتور منذ حوالي اسبوعين كنا في ضروة الاحداث وفي ضروة العدوان وكانت الدماء الفلسطينية تسفك بشكل وحشي النهاردة فيه متغير حصل احنا بنتكلم النهاردة وبنلتقي فيه ثالث ايام ما اطلق عليه الهدنة او الوقف المؤقت لاطلاق النار في اطار الصفقة اللي تمت ما بين الجانبين برعاية مصرية وقطرية اولا ما سمعت اشتقييم حضرتك لفكرة النجاح في اتمام الصفقة هل ده بيعتبر زي ما كتب بعض الكتاب انتصار معناوي وسياسي كبير لحماس والقضايا الفلسطينية طيب اولا خليني نقسم اللقاء النهاردة لثلاث محاور يعني حسب ما يسمح به الوقت محور اولان نتكلم عن تطورات الوضع الرهن بما فيه وفي القلب منه مسألة صفقة الرهن والمحور التاني هتكلم بصراحة شديدة وارجو ان تتحملني عن العلاقات المصرية الاسرائيلية في اطار هذه الحرب والمحور التالت هتكلم عن سيناريوهات اللي بتقال عنها اللي مشغول بها العالم جدا كله حول ما يسمى باليوم التاني للحرب فارجو ان يتسع الوقت عشان نناقش المحاور التلاتة فضل المحور الاولاني هو يعني كل اللي بيجذب انظار العالم جميعا الان وهو متابعة الحدث الاهم اللي خطف كل الاضواء حتى انه الحرب الروسية الاوكرانية اصبحت خبر هامشي وثاني وتصدرت كل الانباء ما يحدث في الاراضي الفلسطينية وخاصة في غزة وبشكل اخص ما يتعلق به الهدن الانسانية وصفق التبادل للرهائن والاسرة بين المقاومة الفلسطينية واسرائيل دعم لازم نرجع شوية الوراء ونقول انه يوم سبعة اكتوبر تمكنت حركة حماس وبعض الفصائل الاخرى من جلب عدد في البداية لم يكن معلوما وجزء منه حتى الان لم يكن معلوما ما بين رهائن مدنيين وما بين عسكريين في البداية اسرائيل قالت انه عدد الرهائن 53 ارتفع العدد الى 130 ثم ارتفع العدد الان الى حوالي 230 حركة حماس بتقول ان عندها 180 وان الجهاد الاسلامي لديه 20 وفي بعض المتفرقات لدى فصائل اخرى شهداء الاقصى عملوا فيديو وصوروا عدد من الرهائن ثم صرحوا بانه سلموهم لحركة حماس في البداية وكما العادة وكما تعودنا اسرائيل ونتنياهو تحديدا قرر انه اهداف هذه الحرب هي اولا القضاء على حركة حماس والمقاومة وتغيير الوضع الراهن في قطاع غزة جزريا ثم الافراج عن الرهائن وقال ايضا انه سيستخدم القوة العسكرية والضغط العسكري لتحرير الرهائن العالم في اغلبه كان عنده اولوية مختلفة تحرير الرهائن ثم النظر في مسألة الترتبات لكن ننتنياهو كالعادة ركب راسو وقرر المضي قدما في حملته العسكرية واشاع انه استخباراته بتعرف فين مكان الرهائن وهو دار الشفاء هي مستشفى كبيرة جدا يعني من اربع اجزاء كبيرة وقال انه هم موجودين هم والقيادة وغرف التعمليات المركزية في الانفاق الموجودة تحت دار الشفاء قوات الاسرائيلية تمكنت من القيام بخرق باري وقطعت قطاع غزة الى نصين شمال وجنوب وسيطرت على الطرق الطولية طريق صلاح الدين وهو من رفع الى نهاية غزة وطريق اخر اسم الرشيد وهو الطريق البحري الماشي بموازاة البحر مباشرة واستطاعت عن طريق استخدام قوة باطشة نيويورك تايمز اليوم نشر التقرير قالت انه اسرائيل استخدمت 90% من القزائف التي استخدمتها هي قزائف موجهة بالاخمار الصناعي وقنابلها تزن 2000 رطل ونتيجة لهذا الاستخدام المفرد في القوة والوحش تم تهديم تقريبا 60 الى 70% من احياء قطاع غزة وتم دفع المواطنين في اغلبهم مليون ومتين مواطن من شمال ومن غزة باتجاه الجنوب اي محافظة خانيونس ورفح حيث يعني يتكدس الان حوالي مليون ومتين استخدم اساليب في غاية الفاشية وهي قطع الكهرباء قطع المياه الامدادات بالغزاء الدواء الى اخره ثم نجح في الدخول دار الشفاء وبعد جهود حثيثة ويعني بروباجندا هيلة لم يتمخض الشيء عن هذه الحملة ونزل تحت السيطر بالكامل على المستشفى وعلى الاجزاء بتاعتها كل ما لقى لقى نفأ وفي بوابة حديدية في الاخر لم يجد لا غرفة عمليات مركزية ولم يجد حتى احد من الرهائن وجدوا تلات رهائن ميتين في محيط دار الشفاء وليست في دار الشفاء قال بعدين انه موجودين في مستشفيات اخرى اقتحم عدة مستشفيات اخرى وايضا لم يجد فيها احد الان تغيرت الرواية الى انه اغلب الرهائن موجودين في الجنوب وانه القيادة الفلسطينية وقيادة المقاومة وخاصة السنوار ومحمد الضيف ومروان عيسى موجودين في خنيونس لكن ضغط داخلي وضغط خارجي اجبر نتنياهو على ان يعود مرة اخرى فيعدل الاولويات ضغط الداخلي من اهالي الرهائن ومن قوى سلام عديدة في اسرائيل ضغطت بشدة ووصلت مظاهرتها الى مقر اقامته في القدس ومشيوا خمس ايام جروا معاهم عدد كبير جدا من المواطنين وحصروا مقره واصروا على ان الاولوية هي للافراج عن الرهائن وليس للقضاء على حماس كما يزعم نتنياهو وهناك ايضا ضغط خارجي عواصم العالم كلها شهدت مظاهرات عنيفة وده الاهم انه داخل الولايات المتحدة الامريكية نفسها ربما اشارنا في المرة السابقة ان الحزب الديمقراطي الحاكم الذي ينتمي اليه بايدن نفسه تعرض لشرخ عميق وفيه هناك طيار يقود ساندرس ده لازم نقيد بيع الاسلحة لاسرائيل لانها تنتهك حقوق الانسان اعضاء في الكونجرس مظاهرات في الجامعات في الصحف كتبت حتى يعني اهم الكتاب الاعمدة في العالم لبرمان وهو يهودي بالمناسبة انتقد اسرائيل انتقادات وهو مقرب جدا من بايدن ويعني كثير من المراقبون يعتبرون انه ينطق باسم بايدن في كتاباته الصحفية انتقد بشدة كمان اسرائيل على سلوكها وبالتالي اضطر نتنياهو الى تعديل اولوياته وجرت مفاوضات شديدة وحساسة حول ايجاد طلع قرار الاول لنتيجة هذه الضغوط كلها تلع قرار من مجلس الامن يدعو الى هدى انسانية وليس الى وقف دائم كما يطالب الاغلبية العظمى مصر والدول العربية كلها والمؤتمر اللي ضم حوالي 57 دولة عربية واسلامية كانوا بيطلبوا بوقف دائم لهذه الحرب العدوانية